قال الرئيس التركي رجب طيب اردغان ان بلاده باتت دولة مصدرة للطائرات المروحية جاء ذلك في كلمة امام نواب حزب العدل والتنمية في العاصمة انقرة واضف اردغان تواجه وفد تركي الى الفلبين وذلك لتسليم مروحيات التاك حيث اصبحنا الان دولة مصدرة للمروحيات وجدد التأكيد في السياق اخر ان حكومته لن تتراجع ابدا عن قرار جعل تركيا احد اكبر عشر اقتصادات في العالم واضاف سنحمي مواطنين من التضخم وسنمضي قدما نحو اهدافنا الاقتصادية المنشودة وتابع قائلا ننتقل الان الى مرحلة جديدة وهدفنا يتمثل في زيادة القوى الشرائية لشعبنا اكثر مما سبق بعدما انخفضت بسبب زيادة الاسعار والتضخم وشدد على نجاح القوى الامنية والجيش التركي في كافة العمليات ضد الارهاب داخل وخارج حدود البلاد واشار الى ان الصناعات الدفاعية التركية لعبت دورا كبيرا في هذه العمليات وباتت محطة انظار العالم اجمع ومن روحية التاكة تجاوز طولها 14 مترا وارتفاعها نحو 4 امتار وتستطيع التحليق 3 ساعة بالوقود القياسي وقطع مسافة 519 كم وهي قادرة على حمل 8 صواريخ مضادة للدبابات بعيدة المدى من طراز الرمح محلية الصنع و12 صاروخا موجها محليا من طراز جريت اضافة الى اربع صواريخ بل اربعة صواريخ ستينجر وايضا 76 قذيفة ومدفع رشاش من عيار 20 ملي متر اشتركوا في القناة